تلقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمنية للإصلاح الأستاذ محمد عبدالله اليدوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك واطمأن وزير الخارجية على صحة رئيس الهيئة العليا للإصلاح بعد العملية الجراحية التي أجراها في أحد المستشفيات بالعاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي وتكللت بالنجاح وعبر بن مبارك خلال اتصاله عن أمنياته للأستاذ اليدومي بالشفاء العاجل وأن يعود إلى نشاطه في القريب العاجل من جهته أعرب رئيس الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي عن شكره وامتنانه لوزير الخارجية والمغتربين بن مبارك على اتصاله واطمئنانه على صحته